اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومن الصحف العالمية صحيفة لطوء التونسية الشعب يدير ظهره لديمقراطيته اذا نبدأ هذه الجولة علي مع الصحف الاسرائيلية اذا بدأت اليوم المشاورات الرسمية لتشكيل الحكومة وستستمر بالطبع حتى يوم غد الاثنين على ان يتم توكيل احد المرشحين لرئاسة الحكومة الاسرائيلية المقبلة السؤال ما العامل او العنصر الذي سيخترق معادلة التعادل بما انه لكي تصبح رئيسا للحكومة انت بحاجة الى 60 زائد واحد من اصل 120 عضو كنيسة ولكن المعسكرات حاليا لا يمتلك لا بني منتناه رئيس الوزراء المنتهية ولا بني جاند زعيم حزب كخول لفان الحزب الاكبر لا احد منهم يمتلك ال 60 زائد واحد وستكون مثيرة هذه المشاورات لا سيمو ان بيضة القبان الا وهو سعيم حزب اسرائيل بيتنا افيكدور ليبرمان صرح بانه لن يقوم بالتوصية على اي من الرجلين وهو بانتظار ان يسمع الاثنين اي من يمينتنا هو بني جاند سيتعهدان بانهما سيمضيان فقط باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية وهل يعني علي بعد تصريحات افيكدور ليبرمان هذا يعني ان هناك اجولة ثالثة لو ربما قد تكون هذا هو السؤال الاكبر بما انه ليبرمان هو بيضة القبان وبما ان ليبرمان مصمم ان الصيغة الوحيدة المقبولة عليه ستكون فقط حكومة وحدة وطنية السؤال هل سيرضخ خاصة الليكود وربما يضحي بين يمين نتنياهو من اجل حكومة وحدة كهذه لسيمة وان جاندس اعلن انه لن يكون بحكومة بمشاركة نتنياهو والخيار الثاني هو اننا ذاهبون باتجاه انتخابات ثالثة في غضون عدة اشهر واللافت ايضا ادهم النقاش داخل المجتمع العربي نتحول الى العنوان الثاني على صحيفة دعوت احرنت فيما يتعلق بالمجتمع العربي والقائمة المشتركة كحول لظان لم نعد القائمة المشتركة بشيء ولو ربما ايضا هناك من تحدث بعد فرز النتاج هناك من تحدث ان ايضا القائمة المشتركة هي من كانت السبب الرئيس في خربطت ايضا جميع الاوراق وتحديدا عند ابن يمين نتنياهو لا شك ان رفع نسبة التصويت عند العرب اثرت بشكل مباشر واوتوماتيكي على خفض ثقل اصوات اليمين وبالتالي اضعفت الليكود ومعسكر اليمين القائمة المشتركة بانتظار ان تحسن موقفها من التوصية على جانس كرئيس الحكومة نحن نعرف ان حزب التجمع هو واحد من اربع مركبات القائمة المشتركة ليس متحمسا لهذه التوصيل لهذه التسمية ولكن اللافت ان حزب كخولفان وقبل ان نستمع الى موقف القائمة المشتركة بدأ بحملة يقول اننا لم نتعهد للقائمة المشتركة باي تعهدات باي وعود انتخابية لان حزب كخولفان يستبق الهجوم المتوقع عليه من اليمين والذي يريد ان يضع كخولفان والاحزاب العربية في سلة واحدة وكأنه وجودك في سلة واحدة مع الحزاب العربية هي اما وصمة عار او شتيمة او انتقاد او ما الى ذلك ولكن الامر مثير لانه في حال يعني كان هناك تعاون بين القائمة العربية بين القائمة المشتركة وبين حزب كخولفان الشارع العربي يريد هذا التعاون يريد من الكتل العربية من القائمة المشتركة ان توصي على جانس لان الشارع العربي سائمة من اليمين سائمة من بين يمين نتناه الشارع العربي يتذكر قانون القومية والقوانين الاخرى التي استهدفت المجتمع العربي ولكن هناك نقاش ايديولوجي داخل بعض مركبات القائمة المشتركة بانتظار حسم هذا النقاش علي نبقى في سياق الانتخابات ولكن نتحول الى عنوان اخر على صحيفة معريف يقول يعني بعد فرز طبعا النتائج ليكود فقد 300 الف صوت وعندما نتحدث عن ذلك علي هذا يعني بعد ايضا التحالف مع حزب كحلون بالاضافة الى هناك كانت تحالف مع فيغلين تحدثنا عن خسارة كبيرة للاصوات نعم من الناحية الرقمية البحثة خسر الليكود ما يقارب 28 او 30 الف صوت مقارنة بانتخابات نيسان الماضي ككتلة الليكود ولكننا نعرف ان في اطار جهد بن يمين نتنياهو سد الطريق على كخول لفان لان تكون الكتلة الاكبر هو تحالف مع حزب كغلانو بزعامة موشي كحلون الذي حصل في المرة السابقة على 150 الف صوت وحصل على اربعة مقاعد وهو ايضا اقنع حزب زهوت برئاسة موشي فيغلين حزب اليميني الذي ركز ليس على الجانب السياسي وانما على قضية القنب وتشريع القنب والحشيش وما الى ذلك وحصل على اكثر من 100 الف صوت هذا الحزب اذا ما قمت بجمع اكثر من 100 الف صوت عند حزب زهوت فيغلين وعند كلانه 150 الف صوت و30 الف صوت لبن يمينة نهو ان تتجد انهو من انتخابات نيسان الى انتخابات ايلول قبل ايام فقد الحزب اللي كود فقد رئيس الوزراء بن يمينة نهو ما يقرب 300 الف صوت وهي هذا الرقم جعل معسكر الوسط يصار يتفوق جعل حزب كخول لفان يتفوق بعدد المقاعد يعني وفق ايضا ما قررنا في هذا العنوان هناك من يتحدث على ان الصاروخ الذي سقط من غزة بتيجاء اسرائيل عندما اعتلى رئيس الوزراء الاسرائيلي بن يمينة نهو في اجدود وتحدث امام اجميل قد اثرته هناك ايضا على نسبة التصويت وانخفاض كان واضح للي كود هناك يعني عادة التصعيد الامني يخدم اليمين لان اليمين بشعاراته الررانة بشعبويته يهاجم الفلسطينيين والعرب وما الى ذلك وكن حتى هذا التصعيد الامني لم يسعف اللي كود الذي فقد في معاقله عند معاقل اليمين تحديدا في الجنوب المحيط بقطاع غزة فقد الكثير من الاصوات لصالح لبرمان يعني فيما يتعلق ايضا في سياق الانتخابات ولكن في موضوع اخر يتعلق في صفقة القرن العنوان على الصحيف فتي دعوت احرانوان صفقة في الانتظار الحديث هنا عن المبعوث الامريكي جريمبلات الذي التقى بنيمين نتنياهو كيف ممكن وصف مثل هذا اللقاء علما انه سيلتقى ايضا ببني جانس بداية جريمبلات استقال وهو يعني يمرر الان مهامه الى المبعوث الجديد بيركوفيتش ولكن على ما يبدو نتيجة الانتخابات دفعت بالإدارة الامريكية ان تسر بارساله الى المنطقة لاستكشاف مواقف بنيمين نتنياهو في حال شكلت حكومة جديدة والاستكشاف ايضا موقف بنيجانس المرشح الاوفر حظا حاليا لرئاسة الحكومة مرة اخرى صفقة القرن تدخل في مأزق السياسات الداخلية طار لان الفلسطينيين يرفضوا وينجحوا بتجنيد العالم العربي لصفهم ضد الصفقة طار انتخابات مبكرة في اسرائيل في شهر نيسان والان هذا الطريق المسدود التي وصلت اليه الانتخابات الحالية والتي بشكل واضح تقول انا بنيمين نتنياهو لن يكون صاحب القرار الوحيد انبقي اصلا في موقع اتخاذ القرار في الاسابيع القادمة وهي الفترة يعني مجرد الجلوس اليوم مع بنيجانس او الاجتماع على ما يبدو اعتراف امريكي بان صديقهم وصديق روحهم وصديق الشخصي لترامب ومحبوب جرينبلت وفريدمان المستوطن انه لن يبقى وحيدا متربعا على عرش اتخاذ القرار في اسرائيل نبقى علي مع ترامب ولكن عنوان اخر على صحيفة اسرائيل هايوما ترامب فرضت عقوبات على ايران هي الاصعب من اي وقت مضى بالاضافة الى ذلك اذا ما تحدثنا عن العنوان الاخر على صحيفة معريف ايران ترد سندمر كل من يهاجمون نعم عقوبات جديدة بعد قصف المنشآت النفطية لارامكو السعودية ايران بطبيعة حال تنفي اي علاقة لهذا الحادث ولكن من وجهة نظر الولايات المتحدة والسعودية ايران هي المسؤولة فرض عقوبات بالاضافة الى ارسال مزيد من القوات الى منطقة الخليج وهذا ما يفسر رد القيادة الايرانية التي تقول انها ستضرب كل من سيكون بمهاجمتها حتى وان كان هذا الهجوم محدود ورمزي فان الرد الايراني لن يكون محدودا قبل طبعا جلسة مجلس نعم كما تتشير الى ذلك فضريف موجود في الامم المتحدة روحاني موجود ايضا في الامم المتحدة ولكن المسلسل التوتر والتصعيد على الاقل التبادل السجال الكلام بين الطرفين مستمر ادهام نعم اذا علي عنوان اخر ايضا الصحفة الاسرائيلية تناولت ما يحدث في مصر ميدان التحرير الشعب جائع والرئيس يبني القصورة ذو العنوان على صحيفة معارفة اسرائيل تراقب اسرائيل مهتمة باستقرار مصر استقرار مصر من ناحية اسرائيل يعني بقاء الرئيس السيسي تركب كبير في اسرائيل نعم نتحول الى عنوان اخر على صحيفة اسرائيل اليوم المسيرة الاسرائيلية في سوريا هي من صنوع ايران وهذه التصريحات للناطق بلسان الجيش الاسرائيل الذي يسخر من ما يصفه بطولات المضادات السورية التي تقول اسقطنا مسيرة مجهولة مع التلميح ان هذه المسيرة هي اسرائيلية الجيش الاسرائيلي يدعى ان هذه المسيرة هي ايرانية وهذا دليل على ان الايرانيين يخترقون السيادة السورية ويفعلون في سوريا كل ما يشاءون حتى دون علم الجيش السوري اذا يعني عنوان اخر على صحيفة هارت لابد من التطرق اليه اربعة قتلوا خلال يوم في المجتمع العربي رجل وامرأة قتلوا في زفاف في شمال البلاد نعم يوم الجمعة كان داميا البعض يعتبر ان هناك خمسة ضحايا جراء هذه الموجة المستمرة ستة وستين عربي قتلوا وعربية قتلوا منذ مطلع هذا العام موجة العنف مستشرية في المجتمع العربي والشارع العربي ينتظر من القائمة المشتركة من النواب العرب والحكومة الجديدة ان تضع خطة تضع حد لهذه الظاهرة المقلقة صحيفة تيمكور ريشون العنوان الاخر لأول مرة السجن الفعلي لرجل التهم بتعدد الزوجات ادينا بتعدد الزوجات تعدد الزوجات هو مخالفة للاقانون في اسرائيل ولكن السلطات الاسرائيلية تعرف ان هناك مئات الاف الحالات خاصة عند المجتمع العربي البدوي في النقب ان هناك رجل يعيش مع اكثر من امرأة واحدة وزيرة العدل السابق وزيرة القضاء السابق وإيالي شكيد حاولت تجديد الرقابة على هذا الملف وللمرة الأولى هناك رجل يدخل السجن بعد إدانته تأمل السلطات الاسرائيلية ان يؤدي هذه العقوبة ان تؤدي إلى الحد من هذه الظاهرة في الشارع العربي انا اشك بذلك ادهم اذا طبعا صحفة الاسرائيلية الصحفة الفلسطينية صحيفة الايام غزة القوى تم الحركتي فتح وحماس أسبوعا لتسليم ردودها على مبادرتها للوحدة انا اختلفت عدها مع محرر هذه الحلقة من اختياري لهذا العنوان لسيما نعرف ان موضوع الوحدة والمصالحة هي مبادرات نراها مستمرة منذ العام 2007 يعني 12 عاما والفلسطينيين نتحدثون عن مبادرات ومبادرات والامور تسير باتجاه مزيد وتعميق للانكسام الفلسطيني فحيفة الحياة الجديدة وزيرة الصحة تحذر فصل اسرائيل للتيار الكهرباء يهدد حياة المرضى ما هي تبعات اخدام اسرائيل على مثل هذه الخطوة يعني اسرائيل تقوم بقطع الطيار الكهربائي متذرعة تارة بديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء كإجراءات عقبية في مرات أخرى ولكن في نهاية المطاف هناك محفظات الكهربائي إلى المسبي الخدمات الصحية وربما بتهديد حياة المرضى الفلسطينيين في حال استمرت انقطاع الطيار الكهربائي إذن علي مع الصحف العربية صحفة الفلسطينية للصحف العربية صحيفة الاتحاد قرقاش حملة الإخوان ضد مصر فاشلة أما العنوان الآخر على صحيفة الأخبار المصرية فاختارت أن تتحدث عن نشاط مكثف للرئيس على هامش اجتماعات الأمم المتحدة يعني صحيح أن في الليلة الماضية نزل عدد أصغر من المصريين إلى الشوارع ولكن الإعلام المصري مستمر في تجاهل ما يدور في الشوارع المصرية ما دار في الليلة بين الجمعة والسبت وأيضا بوتيرة أقل وبعدد أقل في الليلة بين السبت والأحد تجاهل كامل وعلى العكس إبراز للنشاط الدبلوماسي للرئيس السيسي الموجود حاليا في نيويورك في إطار مشاركته في أعمال الجمعية العامة لأمم المتحدة والتي ستنطلق مساء الثلاثاء بالتوقيت الشرق أوسطي وعلى العكس نشاط مكثف للرئيس السيسي وفي الصور احتفالات لمصريين يستقبلون الرئيس السيسي الإمارات وهي حليفة مصر والحكومة الإماراتية هي حليفة نظام الرئيس السيسي تتطرق إلى ما يدور في مصر هي لا تتحدث عن الاحتجاجات وأسبابها ولكن تقطبس مما قاله وزير الخارجية الإماراتي كرقاش والذي يقول حملة الإخوان ضد مصر فاشلة بمعنى أن بالنسبة للإمارات كل من يحاول تحريك الشارع هو إخوان كل من نزل إلى الشارع أو سينزل إلى الشارع هم إخوان وتحكم مسبقا الإمارات بأن هذه الحملة ستفشل أنا أعتقد أن المد الثوري حاليا في مصر ليس بالمستوى الذي من شأنه أن يطيح بالرئيس السيسي ولكن هذه فقط البداية لم يتوقع أحد أن يتم الإطاحة لا بالرئيس السيسي ولا بالرئيس بن علي ولا بآخرين وشهدنا إلى أين انتهت الأمور نعم نتحول إلى عنوان آخر على صحيفة الشرق الأوسط الجبير سنرد بعد تحديد منطلق منطلق الهجمات بداية علي كيف لدولة مثل السعودية في ظل هذا التطور التكنولوجي حتى الآن لم يتم تحديد الأهداف باللغة العامية هذه الصرعة لدى السعوديين من أين وكيف الإيرانيون ينفون الحوثيون يزيدون من البلبة لخصرهم يقولون أن هذه الطائرات انطلقت من مناطق مختلفة ولكن لست خبيرا عسكريا أمين للاعتقاد الذي يقول أن الحوثيين لم يقوموا بهذه العملية وحدهم هناك تلميحات بأن القوات المدعومة إيرانيا في العراق شاركت بمعنى الحشد الشعبي أو مجموعات مسلحة أخرى بالإضافة إلى الحوثيين ضربة معنوية كبيرة للسعودية التي تؤكد أن منذ خمس أعوام في هذه الحرب لم تتقدم السعودية لا ميدانيا عسكريا ولا سياسيا وتوج هذا الفشل بإعلان الولايات المتحدة أنها تحاور الحوثيين لإيجاد صيغة للخروج من المأزق اليمني نعم تحول إلى صحيفة الثورة احتفالات حاشدة في العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات ابتهاجا بالذكرى الخامسة لثورة 21 من سبتمبر نعم نبقى في الشأن اليمني أدهم والثورة الناطقة بلسان جماعة أنصار الله الحوثي تحيي ذكرى بد ما تسميها هي الثورة 21 من سبتمبر حينما بدأ زحف الحوثيين باتجاه العاصمة اليمنية صنعاء نتحول إلى الصحف العالمية صحيفة لتو التونسية وإذا أخطأت يعني عني ربما قد تصل هي لتون نعم العنوان الشعب يدير ظهره لديمقراطيته كيف نقرأ هذا العنوان يعني هناك لازال مزيد من التحليلات التي تتحدث عن نسبة المشاركة الضئيلة في الانتخابات التونسية مقال تحليلي هنا في صحيفة لتون يتحدث عن أن الشعب أدار ظهره لديمقراطيته وهناك عدم التزام مبلاء والشمئزاز من الأوضاع التي وصلت إليها تونس هكذا تفسر الصحيفة هوزوف ما يقارب نصف التونسيين عن المشاركة في الانتخابات ونتحول علي إلى صحيفة يامي هيرلد ترامب تحدث مع الزعيم الأوكراني حول دور ابن بايدن حول ذلك خلال الحملة الانتخابية نعم جون بايدن هو المرشح على ما يبدو الأقوى لدى الديمقراطيين والذي على ما يبدو سيحظى بتكليف الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في رئاسيات العام القادم والإعلام الأمريكي كشف في الأيام الأخيرة أن الرئيس ترامب اتصل بأزعيم الأوكراني لكي تجمع السلطات الأوكرانية معلومات حول ابن جون بايدن الذي يقوم بأعمال تجارية في أوكراين في محاولة لجمع معلومات من شأنها أن تحرج والده الرئاسية علينا أن ننتظر ونرى تدعيات هذه القضية على مجريات الحملة الانتخابية للرئيس ترامب وللانتخابات الرئاسية بشكل عام في الولايات المتحدة علي من السياسة إلى الرياضة هو العنوان الأخير صحيفة سبورت كارثة نتحدث عن خسارة برشلونة ولماذا اخترت هذا العنوان لأن هي خسرت أمام غرناطة فريق عزيز إلى قلبي يأتي من منطقة الأندلوس لم يكن أحد يتوقع هذه النتيجة ولكن بينما الأنظار تتجه إلى حالة الركود لدى الخصم ريال مدريد واحتمال حتى استبدال المدرب زين الدين زيدان يتضح أن برشلونة أيضا ليس في أحسن حال الخسارة الثانية له منذ بدء الموسم البداية الأسوأ للفريق الكتالوني منذ 25 عاما للموسم يعرفت عليك خبير في شؤون الشرق الأوسط ولكن كتحليل رياضي هل سيغادر زيدان الأندلوس جزء يعني كان جزء من الشرق الأوسط سنتابع طبعا لربما هل يغادر زيدان وأيضا مدرب برشلونة أنا أتوقع أن لا ينهي زيدان موسم ومع ريال مدريد إذن علي وقد مع هذه الجولة طبعا رافقتني شكرا جزيلا لك الإعلام وخبير في شؤون الشرق الأوسط وإلى هنا وصلنا إلى نهاية هذا العدد على أمل لقاء بكم بعدد آخر إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر